طيب انا بدأت التسجيل جديد كده عشان ايه يبقى الاكزامبل في اه تسجيل واحده. طيب اه احنا كنت بعتلكوا على الاكسل الفايل ده اهه. سوريا على الواتساب الفايل بتاع الاكسل اللي احنا هنشتغل عليه. اه سواء نبس. هقول لك انا هعمل معكم كل حاجة بالتفصيل. اخدش مغير اي دات. ده الفايل اهو بتاع الاكسل اللي انا بعته. اسمه اليدكيشن اكسبنديشر ان الجي دي بي. يعني انا بشوف العلاقة ما بين بتاع الدولة والانفاق على التعليم. طبعا احنا متوقعين مبدئيا العلاقة دي هتوقع بصف ولا نيجاتيف. اكيد بصف. كل ما بتاع الدولة يزيد. اكيد اليدكيشن اكسبنديشر يعني الانفاق على التعليم هيزيد. والعكس صحيح. وبالتالي هتلاقي الدول الغنية قوي هتلاقي بتصرف كتير على التعليم. والدول اللي بتصرف قليل على التعليم. ده الفايل اللي انا بعته على الاكسل. زي ما قلت ان احنا بنا نتعامل مع واحد اسمه اكس و التان اسمه اي حاجة بنا. زي ما يكون. اي ما بين تو فايل. خلاص? يبقى انا هنا بالنسبة لي الفايل اه واحد عشان افتحه معاكم. ده الاكسل. هنفتح الاكسل كده. ده الاكسل فايل. اكبر شوية كده عشان نشوف الداة اا اوسع شوية. اه. وادي الفايل بتاعي. اي زي ما احنا شايفين البيانات الخاصة بالدول. ادي اول قلم هو بنسبة لي ده الدولة. وادي. ادي ده شكل ايه? الفايل اللي عندنا. ادي الدولة. عندنا دول تقريبا. اه. تمانية وتلاتين دولة. موجود الكلام ده في ال power points. اهو. ده الاكزامبل بتاعي. دكتورو انا مش شايف الفولدر بتاع كورسل ده. مش عارف عن ايه ده بقى? ده الفولدر بتاع الجهاز بتاعي انت هتشوفه ازاي. يعني مش شافي الاكسل. لا الاكسل انا بعدته على الواتساب. انت المفوض تفتح الاكسل على الواتساب من الكمبيوتر. هتعمله دولود هينزف. يعني افتح الواتساب على الكمبيوتر. او ما انا عندي بتشرح. يعني. ده الكمبيوتر بتاعي. انا اخطت الفايل. انا اريد انت الفايل. شايف انا اخطت. شايف انت نزفت الفايل. بصوا روح هنا على الواتساب هتلاقي الفايل موجود. اهو. ده كانوا جهازك. روح هنا في الواتساب. هتلاقي الفايل موجود. هتلاقي الفايل هنا. دول كليك عليها يفتح. ادي لايه الفايل. زي ما قلنا. في ال power point اهو. انا بقول لك. تمام؟ وبقولك إن فيه Excel File is provided فيه اسمه Education Expenditure and GDP Excel File ده الفايل اللي أنا بعته كExcel هذه هنا عندنا 38 دولة وعندنا الإنفاق على التعليم في الدولة دي والGross Domestic Product بتاع الدولة دي طبعا أرقام بالألاف يعني كأن كل رقم فيه ثلاثة صفار كمان قدام مش هافري معنا ليه اليونس المهمة بعارفة أن بالألاف بالملايين بالكيلو بالطن بالجرام والكلام داكو هذه الدول وهادي EDUC وهادي GDP والGross Domestic Product بتاع الدولة فأنا هفتح الـ SPSS معاكوه بعدتلكو الكلام جاهل لك احنا هنفتح من جديد ونعمل الفايل كله مع بعض من جديد هذه الـ SPSS هو طبعا بيفتح دلوقتي الفايل أو بيفتح البرنامج بتاع الـ SPSS وعندنا طريقتين عشان نقرأ الـ Excel sheet الموجودة خلاص؟ إما بعمل لها Open على طول مرة واحدة أو أنك أنت هتكريات وتاخد قبي بيست للداتا ترميها في الـ SPSS ده شغال وده شغال بس لو هتقرأ من الـ Excel يبقى لازم تشيل التوروز الأولين دول مينفعش بهم موجودين يعني اللي هي تيبل دي وعنوان ده لازم تشيل خلاص؟ أو لو أنت هتسيبه زي ما هو قبي بيست للداتا أفضل تمام كده؟ قبي بيست للداتا أفضل طيب أنا هفتح الـ خلاص هقفل الشاشة دي قادي كده عندي الـ SPSS كده جاهز خلاص؟ لو أنا عايز أرى من الـ Excel مباشرة يبقى لازم أمسح التوروز اللي قدامنا دول فأنا تعالي نقراه مباشرة من الـ Excel ونشوف هيعمل لنا إيه هاروح هلغي التوروز دول أهم وبعدا ما تلغيهم لازم تقفل الـ Excel يعني لازم الـ Excel بمقفول خلاص؟ عشان تقدر الـ SPSS يقرأ أو الطريقة التانية هاروح على الـ SPSS أعرف التلاتة واخدهم من هنا وخلاص على كده تمام؟ فالطريقة اللي تريحك اعمل الطريقة اللي تريحك اعمل أنا عايز أسيب الفايل مفتوحة عشان كل شوية إيه هوريكوا فيه شوية حاجات فأنا هعمل إيه؟ هروح من أعلى الـ SPSS أكريت أنا 3 variables واحد اسمه country واحد اسمه الـ Education والتاني الـ Gross Domestic Product خلاص؟ فأنا عشان أعمل الكلام ده بروح على الـ Variable View احنا عارفين الـ SPSS فيه تحت Data View فيه Variable View فبختار الـ Variable View وبعرف الـ 3 variables اللي عندي أول variable اسمه country هاو الـ Country ده نوعه إيه؟ ده String مش Numeric لأن الـ Country ده أسامي فأي حاجة فيها names اللي لازم تعملها String فأنا هروح كده على الـ Type هدوس هنا وعلى المربع الصغر ده وهخليه String هادي String يعني حروف اهو كده هي بل مني الحروف بعد كده عندي الـ Education الـ Education الـ Education نعم دكتور معاليش اهو أنا نقلتهم من قبل ما حضرتك تقول معاليش نقلتهم على الـ SPSS أخليه زي ما أنا أخليه زي ما أنت أنا أقول بس إيه اللي ما يعرفش اللي عارف خلاص مفيش مشاكل خلاص وفيه طرقتين زي ما قالت وبعلي كده عندي الـ Gross Domestic Product ودول Numeric Numeric خلاص نيجي هنا في الحاجة الوحيدة بس بالحام الغارة المشر الـ Country هتبعى nominal لأنها حاجة String نيجي على الـ 2 Dual Scale يبقى Gross Domestic Product والإنفاق على التعليم Dual Scale لأنه هم حاجات quantitative وليست qualitative quantitative يام scale يام ordinal qualitative يام nominal يام عالصر فأنا عملت كده الثلاثة باريب زهوم لو انا روحت على Data View هلاقيهم هم 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 و هم Educational Expenditure أو Educational Expenditure وآدي Gross Domestic Product موضم كده أنا من Excel أهو هروح هجيب الكلام ده Copy for Paste خلاص على كده أهو هم هم مش هتاخد العمود بتاع النام هتسحبهم كده من Data بس نفسها أهو آدي Data تمام واخد Ctrl C أهو واروح على الـ S بس S ونحط نعمل Ctrl V أو Edit و Paste Special أو Paste أهو نقل كده خلاص هادي هتلاقي عدد دول لو أنت نزلت 38 دولة أهو بأخيرنا 38 ودي Educational Expenditure أو ودي Gross Domestic Product بس أنا مش عايز قدمه كده الزيرو زيرو اللي اضافه عشان هنا Decimal معمول طول يعني بس كده Decimal معمول طول عشان هحطي 00 لو عايز تلغي 00 لأنه لأخير صحيحة خلي Decimal 0 هتلاقي هنا آية دي اهو الصفار اللي في البرمون راحت دي دي الطريقة الأبسط لإدخال الداتا وأنا فاتر هالإكسل أخذ Copy و Paste الطريقة الثانية كان ممكن ما نعملش ونقراه على طول مباشرة بس انت في هذه الحالة زي ما قلت لازم ألغي التوروز دور اللي فوق لازم أول حاجة عندي آدي ده أول حاجة فوق الرودة بلغي والرودة بلغي وبعد ما ألغيهم تقفل الأكسل لازم الأكسل بمفتوح وأروح أتقل الاس بس يفتح الأكسل مباشرة إزاي بخليه ها بطريقة سهلة وبسيطة لو أنا عايز أفتح الأكسل هتقول له كده أنا بقى تخليه أول ما هتخلي هايبدأ يشوف يعني بص ده ما كانش يباين لأن كان الأول الطايف معمول على أنه يفتح الأكسل بس أهو هادي كده هادي الأكسل أهو يشيش هادي يشيش احنا مش شايفين الاس بي اس مش شايف كده كده شوفنا أهو انت تحت تمام طيب فأنا هنا أبص عشان الطايف عشان الطايف اس باس اس فهو بيشوف الاس باس اس بس أهو لكن وانا عايز أشوف فايل اكسل لابعنا لازم أغار الطايف أخليه اكسل هايشوف الكسل مجرد تختار الفايل وطوله اوفن هيفتحه وهياخد أسامل هي دي اللي هو أول روح على أنه أسامل من غير ما تعمل لك وكلام من كلها تروح بس تحدد ان دا سكيل دا هو اوتوماتيك هيعمل لك دا سكيل ويعمل لك دانامنال وكلام دا كون دي طريقة ودي طريقة والاتنين في الآخر صح أنا في الآخر عايز بس الاتا تبقى قدامي كده على الاس باس اس كلنا قدام للاتا هشيل سفرين تاني ازاي هتعمل لهم هتعمل الاتنين مع بعض كده لا أنا أرغب السفرين الموجودين في من هنا من وفي عمودة هتخلي زي تمام تمام اللابل هنا لو أنا عايز هكتب بقى اسم بالكامل يعني مثلا هنا دا الـ خالص مش محتاجة لابل لأنه نفس الـ هو هو دا هكسميها مثلا عشان يطلع لي في الاسم كده انا عمود دا اكتب اي 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 وفي دا هكتب الجرس domestic product عشان لما يطلع في الـ او بوط ما يطلع ليش رموز وان سبعة اي كات اي يبقى اللي هتطلع لي في الـ هو المكتوب في اللابل يعني بدل اي دي هتطلع لك مكانها وبدل الـ هتطلع لك جرس domestic product يفضل دايما كده انك انت تحط الابل له شوية شروط اول حاجة انه لازم يبقى حروف يلازم يبدأ بحرف منفعش يبدأ برقب خلاص منفعش يبقى فيه خالص عشان كده جرى العرف ان انا احط النام كلمة واحدة واكتب في اللابل اللي انا عايزه يعني كلمة واحدة مختصرة واكتب في اللابل اللي انا عايزه تفسير للنام مش مش فهم بقى في الحاجات دي كويس ياريت ترجعوا بقى للمحاضرات بتاعتي اللي موجودة على اليوتيوب ليه الكورس بتاع الستيستيكس هتلاقي فيه اتنين واربعين فيديو او اربعة واربعين فيديو اول سبعة وشرين منهم ده الليفل بتاع المجسير الباقي ده الليفل بتاع الدكتوراه فانت في اول موضوع حضرتين بشرح بقى ايه الشاشة والفاليو دي بعمل في ايه ممكن ايه لو انت ما انتشف يكر الكلام ده ارجع بس لأول محاضرتين على اليوتيوب هتنين بشرح الكلام ده هتقدر ايه ترجع لهم في اي وقت طب دكتور ما عادش بعد اذن حضرتك انا دلوقتي لما نقلت على طول خلاص من انا مديني مش مش مكتوب حاجة تانية ايه ما انت عرفين بقى هنا في الـ اكتبوهم هنا في الحتة بتاع النام بس هنا في variables كتير قوي اكتب بس منهم ثلاثة اول ثلاثة لا البقى مساحي بقى انت عملت حال غلط بس انت نقلت غلط فانت الافضل مساحي بقى وعملي ايه ده انا بعمله اه اعلمي من اول نديد احسن دكتور معلش فضل انا نقلت الفايل وكله تمامي وزي حضرتك بالزبط بس الود عندي طالع اربعتاشر وبعدين حداشر حداشر اه الودس اه الودس ده عرض العمود بص كده انا عرض انا معرض العمود عادي انا قادرة غير اه 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 اللي انت بتعمير ده اه بس اه انا عرض وقاداية اه هتلاقي هنا اللي انا عملته اه جتاص عرض العمود اه اه ده هنا ده العرض الودس ده ده يعني الخانة دي مسموح لك كم ديجيتس فيه انا هنا عندي الارقام هم ادي اتنين اربع ارقام خمس ارقام فتمانية اوكي مسموح لك لغاية ثمان ارقام بس كده فدي دي كلها حاجات شكليا ملاقش تأثير خالص في الشغل لنهائي شكرا 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 دكتور دي حاجات شكليا شكرا فالاس كلنا عندنا الفايل كده يا جماعة قبل مبدأ بس عشان ايه اللي هقوله مش هيتعد تاني فعايزين ايه يبقى كلنا مع بعض فانا عايز الفايل يبقى كده دكتور ما عاليت انا اصف بس انا لما جيت برضو قفلت اللي انا كنت عامليه وجيت اعمله تاني برضو صلعلي في ال variable view في ال name V1 V2 V3 V4 V5 طيب امساحي اخر اتنين سيبي 1 و2 و3 بس خلاص نعملي دليت يعني تعالي انا هنعمل كده وادوس على shift وادوس على اخر واحد عندي واعمل دليت هسيب بس اول ثلاث واول ثلاث اكيد هي بتcopy columns فاضية اه اه هي بتcopy columns فاضية فهنا بس هت دليت دول وتسيب ثلاث دول وتكتبي country EDUE GDUE ورح عدتها هتلاقي ثلاث columns اللي عندك والباقي كله اتمسح طيب حوض يبقى انت هتسمي اول ثلاث زي انا همسمي والباقي مسحي براية تقليك على الخانة دي وممكن تدوسي على الديت هيمسحه وهكذا وبعيني تأكدي ان خلاص كده ان الدات ما فيهش غير اللي وعدل الاسم يا دكتور اه هتعدل الاسم اه زي ما انا عامله كده كده في الثلاث الاسم في الثلاث اللونين والباقي بسحي واضح واضح انه عايزين كورس في الاس باس اس تمام يا جماعة اسئلتكو بتباين كده فياريت تراجعوا بس الاول محاضرتين اه فعلى اليوتيوب هتلاقي فيها الكلام ده مشروح عايز بقى تزاود تزاود بقى براختك عندك اربعة واربعين فيديو اه استاتيستيكس يعني خلاص كده كله ولا لسه في حد تاني خلاص تزاود ولا لسه هو خلاص في اخر كلمة خلاص تمام يا دكتور كده طيب اتشياله ارجعي بقى على التالتا بيو اتأكد ان ما عندكش درهم التلاتة دول بس والناس تتأكد من الارقام عشان ما بقاش وهو بيعمل قوي بس ناسا خانت بتأكد ان الارقام زي ما هي عندي اول رقم بس كفاية بتأكد ان اول رقم مظبوط كده الجريا اللي هي الجزائر 1988 و41 1969 طيب بالوقت عشان نعمل العلاقة اللي انا عايز اجيبها ان y بتساوي بيتا 1 بلس بيتا 2 x البيتا 1 بالنسبة لي هي عبارة عن الانترسيبت البيتا 2 عبارة عن السلوب بتاع الموضل فانا عشان اعمل الكلام ده واطلع الاود بتاعة الموضل كون بس كده معي بروح على انالايز وبعدين ريجريشن وبعدين لينير بس موضوع ريجريشن تحتين موضوعات دي كتير جد يعني تلاقي موضوعات كتيرة جد بانالايز ريجريشن لينير باختار لينير ببدأ اعرفه مين الديبندنت ومين الانديبندنت طيب دلوقتي الديكيشن اكس من ديتشر والجراس النوميستيك برودكت مين بيأثر في مين الواي ومين الاكس الواي طبع ممكن حس اكبر الصورة شوية بس اخدت صغير قوي ما تشوف عندك في جهازك انت عشان ببص مع حضرتك وبطب حاضر انا ما بكبر بيروح نص الكلام يعني يعني هكبر سنة بس صغير يعني اتكبر سنة صغيرة اه اه اتكبر اتكبر الاجدبي هيبقى هو الاندبندنط والأديو هو الاندبندنط يعني لما الاجدبي زيد الساعة تعليم هيزيد يبقى العكس العكس يبقى الواي الواي هي الانفاق على التعليم والجدبي هو الاندبندنط اتكبر اتكبر انا اكبرت شوية انا الاناليز الاندبندنط انا بختار الاندبندنط وبختار الاندبندنط الاندبندنط صحيح وبالتالي انا هختار الاندبندنط هنا الاندبندنط وهختار الاندبندنط في الاندبندنط بعد اول ايه اختيار بعمله خلاص كده طيب دكتور هو مش ممكن هنا العكس هو الصح يعني لكلما الاندبندنط يزيد كلما الجدبي يزيد لا طرا مش صح انا مش بتتصل على التعليم انا بتتصل على الانفاق على التعليم الانفاق على التعليم ده جزء من الممتنط مش بتكلم على التعليم مش الناس متعلم ولا انا ل Secretary الانفاق على التعليم ممكن كلمك يكون مضبوط أن كلما التعليم يزيد في الدولة، كلما الدولة تبقى غنية، والعكس صحيح لكن أنا أتكلم عن الانفاق على التعليم الانفاق على التعليم ده جزء من الـ Gross Domestic Product فكل دولة حسب الـ Gross Domestic Product، بتخصص منه نسبة على التعليم يبقى إيه؟ يبقى الوضع طبيعي أن التعليم expenditure، اللي هو الانفاق على التعليم يعني هو ده الـ Dependent Variable، وأن الـ Gross Domestic Product هو الـ Independent Variable طبعاً، طبعاً أنا متدوس بقى أوكي على طريق عشي يطلع لي حيطلع نتائج بـ Default، لكن أنا أريد حاجات كثيرة تطلع مع الـ Output فدي أنا بخش بقى بخطرها حاجة حاجة فأول حاجة بخش جوه statistics اللي هي ده، وبعلم على إيه؟ بعلم على confidence interval اللي هي ده، خلاص؟ بقيت الحاجات هعلم عليها بس بعدين لسه مش دلعتي اللي مش عايزة دلعتي ويعني مثلاً ديربين واتسون هنأخدها بعدين، فمش عايزة هنا دلوقتي برضو أنا بس هعلم هنا على confidence interval، دي دي بتطلع ايه؟ دي بتطلع، بص ادي الـ Estimate، اهي الـ Estimate اللي هي بيتا وان و بيتا 2 ايه في اللي عندك المايت اللي أصبحت؟ يبقى الـ Estimate هي بيتا وان و بيتا 2 ودي الـ confidence interval بتاعت البيتا وان و البيتا 2 وبص الـ Level حطه با دفولت كام؟ 95، أنا عايزة أغيرها قدر أغيرها بس الـ 25 كـ Business wise بالنسبة لنا حلوان بالنسبة لنا كويسة جداً فاسبها 95 انت بقى فيه شغل تاني عايز تعمله تخليها تسعة 90 لكن الدفولت خمسة 90 أنا مش عايز من الششة دي أكتر من دول بيت الحاجات هنأخدها بس لسه بعدين هدوس هنا continue واروح على Bloods اللي هي دي تاني واحدة أختار فيها ايه؟ بص في تحت اوه الـ Histogram بص ده الـ Residuals والـ Normal Pro-built Blood ده عشان أشوف Residuals اللي هي الـ U هل هي Normal Distribution ولا لا؟ عندنا طريقتين هم الـ Histogram موجودة والـ Normal Pro-built Blood موجودة ده اللي أنا عايز من الشاشة دي بقيت الحاجات دي هنأخدها أو هنأخدها لسه في شغل كتير لسه هيتعمل وهقول له continue الدكتور مالتش جزء دي يعني بعد ما بعد ما علمنا على الخطوة اللي بعضية هذه الـ statistics هو علمت على الـ Confident Interval وقلت له continue الخطوة اللي بعدها أنا ماشي بالترتيب رحت على Bloods اللي بعضية وعلمت على الـ Histogram والـ Normal Pro-built Blood بس علمت على الـ Histogram فين يا دكتور كده؟ تحت على الشمال هون اه اوكي خلاص؟ تحت على الشمال الـ Histogram والـ Normal Pro-built Blood ده بيعمل إيه الـ 2 دول؟ دول هشوفولي هل الـ Residables اللي هي الـ U-Heads Normal Distribution ولا لا؟ خلاص؟ طب اللي فهو ده إيه؟ اللي فهو ده هنحتاجه أوه هنحتاجه بس بعدين؟ أنا بماشي معاك سنة سنة اللي بشرحه بطبقه continue بعد كده بروح على Save ثالث واحدة وستحصل فيها دي كتير جد أنا عايز من هنا ايه؟ أنا عايز من هنا الـ Predicted Value اللي هي الـ Y-Heads اللي هي أول واحدة على الشمال خلاص؟ الـ Y-Heads دي ممكن أحساب لك الـ Un-Standardized ممكن أحساب لك الـ Standardized Value بتاعتها عارفين اللي هي ايه؟ اللي هي Z-score بتاعت الـ Y يعني خلاص؟ وممكن الـ Adjusted وممكن الـ Standard Error أنا كل ده مش عايزه أنا عايز بس الأولى فقط لغيج وعلى الـ Residuals عايز قيمة الـ Residuals عايز برضو الـ Un-Standardized اللي هي القيمة العادية اللي هي الـ Y-Y-Heads يبقى هنا الـ Predictive Value اللي أنا علمت عليه دي هيحسب لك الـ Y-Heads بتاعت كل الدات على أصد؟ يعني أنا عندي الـ GDP بتاعت الدولة والـ Education Expenditure بتاعها الـ Education Expenditure ده اللي هو الـ Y بتاعتي ده الـ Actual Value أو الـ Observed Value طب الـ Y-Heads اللي محسوبة من الماضل هي دي اللي اسمها الـ Un-Standardized Predictive Value الـ U اللي هي الـ Y-Heads قلنا هي الفرق بين الـ Y والـ Y-Heads هي دي هيحسب لك لكل الداتة أنا روح يعوق بالـ X بتاعت كل الداتة في المعادلة عشان يطلع الـ Y-Heads ويطلع الـ Residuals ادي حاجتين هم طيب نيك تحت خالص على الشمال فيه هنا شايفين الـ Predicted Interval أو الـ Prediction Interval فيه الـ Mean وفيه الـ Individual تفاكرين أما كنا منتكلم على الـ و الـ Individual ها هي دول برضو الـ Confidence by default عملها كام 95 عايز تغير غير لكن ازا ما قلت أنا ما بغيرش ليه؟ أنا بتاع بيزنس خلاص؟ شغلي كله بيزنس فأنا 95 بالنسبة لي مفهوم كده يا جماعة؟ بس هما دول اللي أنا أعلم عليهم هنا فقط لغير طبيعت الحاجات الكتيرة دي ايه؟ كل حاجة من دي لها استخدام وليها معنى لما نوصل لكل Level هنعلم لك على اللي احنا محتاجين طيب بس كده أنا عشان أوصل للشاشة دي دست على Save شايفين Save؟ أي حاجة جوه Save جوه الشاشة دي بتطلع فين؟ ما بتطلعش في الأودو بتطلع في الـ Data يعني ده هيطلع لـ Column يعني هيروح على الـ Data أنا عندي الـ Data فيها كم Column ثلاثة فيها الـ Country وفيها الـ Education وفيها الـ Gross Domestic Product هيعمل لي Column جديد هيسميه الـ Predicted By وهيعمل لي Column جديد اسمه Residuals وهيعمل لي Column اتنين Column لكل Interval ان الـ Mean Prediction ده بيطلعي Lower Limit و Upper Limit والـ Individual Prediction هيطلع Lower Limit و Upper Limit يبقى عندك كم Column زيادة؟ هادي اتنين هم وهادي اتنين يبقى أربعة وهادي اتنين يبقى ستة دي لها اتنين الـ Interval دائما لها Lower Limit و لها Upper Limit ده بيطلع في Column و ده في كلام ونفس الكلام الـ Prediction Interval اللي هو الـ Individual Prediction اللي هي Lower Limit و لها Upper Limit يبقى أنا هيطلع لي ستة Column زيادة في الـ Data في كيف من الكلام ده؟ هدووس كونتيني أنا مش محتاجة حاجة تانية خالص دلوقتي في البائي بقى فالثلاثة اتنين دول هم دول اللي أنا بسادي كده هيطلع لي كل الـ Outputs اللي أنا شرحتها هتشوفها عملي في الـ Output اللي هيطلع في حد عايز يشوف الحاجات دي تاني يبقى تاني هقولهم كده سريعا يبقى أنا جوه Statistics بعد ما بختار الـ Variables جوه Statistics وأختار الـ Confidence Interval ده هيديني الـ Confidence Interval بتاعت الـ Estimators اللي هي اللي هي الـ Beta 1 هات والـ Beta 2 هات خلاص؟ واغي على الـ Plus اختارت الـ Histogram والـ Normal Probability Plot دول اللي أنا هستخدمهم عشان أعرف هي الـ Residuals Normal Distribution ولا لا وبعدين جوه Save اختارت الـ Predictive Value الـ Unstandardized Predictive Value ده هيحسب لك قيمة الـ Y هات وResiduals الفرق بين الـ Y و الـ Y هات وبعدين الـ Interval بتاعت الـ Mean Prediction والـ Individual Prediction اللي هي الـ 25% فيحسب لي كل واحدة منهم واحد بيمثل الـ Lower Limit والتاني بيمثل الـ Upper Limit كده احنا جاهزين ندوس وكيه ونطلع الـ Output بتاعتنا يبقى Continue أوكي هيطلع الـ Output في الشاشة بتاعت الـ Output اللي احنا شايف له اين بكلمة يا جماعة؟ تمام؟ طيب حمدي يقول لي احنا احنا قلنا على طول العلاقة Linear انا شراك ان هي كات Linear كنت نسأل نفس السؤال حضرتك افترضت ان العلاقة Linear واشتغلنا على كده بالرغم ان احنا ما جبناش رسمة ولا شفنا العلاقة ماشية زي افترضناها جدلاً كده كنت نسأل حضرتك ان في خطوة مثل ما نقولها؟ اه يعني انا دلوقتي عرفت من ان هي Linear ولا مش Linear فاحنا بنعمل عشان تحدد هل العلاقة دي هي Linear ولا لا بنعمل ما يسمى بالسكاتر دياجرام الاسكاتر دياجرام الاسكاتر دياجرام ده فهنجيبه مين جرافز؟ شايفين جرافز؟ اهي باختار جرافز وبعدين تشارت بيلدر يبقى جرافز وبعدين تشارت بيلدر واختار تشارت بيلدر هيطلع لي الشكلة لو فيه شاشة طلعت لك قبل دي صغيرة كده دي فيه كليكة كده اعمل عليها ودوسه كيه عشان ما تطلعش تاني بحيث يظهر لك الشاشة بتاعت التشارت بيلدر دي طبعا الناس اللي عندها في فيرشن قادم شوية تلاقي منظر مختلف شوية مش مهم طب طب الاسكاتر دياجرام موجود فين؟ اي دي اهو الاسكاتر دياجرام اهو كيفين ده اسمه اسكاتر؟ كل دوله اسكاتر دياجرام معادة ده الوحيد اهو اللي انا واقف عنده ده الدوت الدوت بلاط اسمه طبعا انا عايز ارسم ايه؟ انا هيرسم دي اللي عليها اللاين عشان اشوف هو اللاين بيمسل النقط ولا لا فتاني واحدة بيه افضل حاجة هرسمها فاخدها اسحابها بالماوس كده وارميها فوق في الشاشة الفاضية يبقى على الخط ده اللي انا هرسمي عشان يحدد لي اللاين بيمور بالليه بالنقط واشوف كده مدى قرب اللاين من النقط او لا باختار الفارياب البتاعي على الاكس اكسس والواي اكسس على الاكس اكسس تختار الاكس اللي هي الانديبندنت وعلى الواي اكسس تختار الواي اللي هو الديبندنت فاحنا قلنا بص الحاجات اللي طلعت الزيادة هاي هاي دي الـ هنشوفها بعد شوق فانا باخد الـ باسحبه وبرميه على الاكس اكسس احب وباخد الـ وبرميها باسحبها كده وبرميها على الواي اكسس كده كده احنا جاهزين ندوس اوكي ونطلع الرسم بص كده اه هاي دي الرسمة اهي هاي دي هاي دي الـ هاي دي اللي مفروض تعملها في الاول عشان تعرف هاي الـ بص كده النقط دي القيم الفعالية النقط دي افضل حاجة بتمثيلها الـ ولا معادلة مالدرجة التانية ولا تالتة ولا ربع الـ يعني النقط دي افضل حاجة بتمثيلها الـ طب لو انا عايز اودي ده فوق عشان نبقى في اول الحاجة اقدر اسحبها فوق يعني ايه دي الجرافة ايه ده اللي انا عايزة نقله فوق خالص هتنقله فوق ازاي عشان نبقى اول حاجة كأنك عملته في الاول عشان تعرف هو اللينير دي مناسبة ولا مش مناسبة خلاص كده؟ فعشان ناسحب دي فوق بعمل ايه؟ عندك من edit انا واقف عليه اوه واقف على الجرافة اوه تمام؟ وبدوس على edit واقول له cut شلتا واطلع فوق خالص هي بداية الـ ده بداية الـ اطلع فوق عند اللوج دي اللي هي قبل الـ واختار edit واقول له paste after خلاص بايث هي اول واحدة فوق بايث كده يبقى انا بعملها في الاول الـ ده بنعمله في الاول عشان اشوف هي الـ هل الـ بابروكسيمية العلاقة ما بين الـ ولا لا واضح طبعا ان الـ ده جود للعلاقة ما بين الـ فده اول حاجة دايما بنعمله هفرجك بس على الـ وهروح اشرح لك كله في الـ 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 عبريلا بايث للا قول بكلgi طلع فيه حاجات طلعت مع الـ هفل انا رحت عن الـ هادي الـ التلاتة ضول اللي كانوا عندي بص بقى اللي ظهر الجديد احا assemble كل دول ستة حاجات ايه هما ستة حاجات دول اول واحد ده الـPRE اختصار دي قيمة الـY hat دي قيمة الـY hat جابها منين الـY hat دي مسك الـX الـX اللي هو وعوض في المعادلة بكل قيم X في المعادلة يطلع له قيمة الـY hat المناظرة يعني انت المعادلة لو عوضت عن X بـ41,01916 وحسبت يطلع لك الرقم ده عوضت عن X بالرقم ده يطلع لك الـY بالرقم ده عوضت عن X بالرقم ده يطلع لك دي اسمها الـY hat دي الـPREDICTED VALUE من اللاين دي النقط اللي وقع على اللاين دي الـEXPECTED VALUE OF Y GIVEN ان X بتساوي قيمة معينة هي دي يعني دي الرقم الاولان ده الـEXPECTED VALUE OF Y GIVEN ان X بتساوي 41,969 ده الـEXPECTED VALUE OF Y GIVEN ان X بتساوي الرقم ده وهكذا يعني كان ايه في عشر دول gross domestic product بيساوي الرقم ده الرقم ده بيمثل ايه بيمثل الـAverage بتاع الـEducation expenditure للدول اللي الجي بي بتاعها بي بالمنظر ده وهكذا طب ليه بيحط 1 عشان انت اللي عملت الرن للموديل تاني هيحسبهم تاني فبيسميه 2 فانت كل ما تعمل رن للموديل هيطلع لك نفس القيب فعشان ما يلغبط لهمش ببعض بيسمي دي 1 اللي بعدها 2 اللي بعدها سري واحدة كذا يعني تلاقي كله في وانه عشان ده اول رن اعملها المطر دي بعد ايه الـPredicted Value دي اللي هي الـY hat الـRES دي اختصار الـResiduals الـResiduals دي عبار عن ايه الفرق بين الـY والـY hat الفرق اللي هو يا جماعة هتاخد الـY اللي هو ده ده الـY وده الـY hat اها الفرق بينهم يديك الرقم ده ده الـResiduals 1980 شلمانا 1856 تطلعها 131 الألف 13.020 شلمانا 10.990 يطلع لك 2029 وانت ماشي بقاف خص كده على الـResiduals منها قيم مجابة منها قيم سالبة ومنها زير عرصت القيم المجابة يبقى الـY اكبر من الـY hat دي النقطة اللي فوق الـLine مش حسنا لن برسمنا الـLine اهو دي نقطة فوق الـLine دي الـResiduals ساعتها مجابة وفي نقطة تحت الـLine دي الـResiduals ساعتها سالبة الـY hat هي النقطة اللي على الـLine ده ده لما نجيب regression line طيب لما ترسم regression line هي نقطة الـLine هو ده تقريبا يبقى شبه لانه هو هيمر فعلا بالـOrigin كده يبقى من كده الكلام ده اركع كده ثاني على data يبقى الـPredicted Value هي الفرق بين الـY والـY hat قادي الـY ده الـY hat يديك الـResiduals الـPredicted Value هي قيمة الـY لما الـX بتساوي القيمة المناظرة اللي هي بعد كده الفرق بين ده وده يدين الـResiduals بعد كده جاب لي جاب لي الـ الـ ال-Mean Interval والـIndividual Interval قادي ال-Mean Interval بص كده الـL-M-C-I ده عبارة عن Lower Limit بتاع ال-Mean Confidence Interval ال-M-C-I Mean Confidence Interval ال-L ده Lower Limit اللي جنبها ايه U-M-C-I اللي هو الـUpper Limit بتاع ال-Mean Confidence Interval استفتك من الـ ونزل ما اتفعنا الـ عشان دي الـ Run الأولى في الـ S-P-S-S اللي بعده ال-L-I-C-I ال-L ده Lower Limit وال-U ده ال-Upper Limit ال-I-C-I ده ال-Individual Confidence Interval ببعد ال-Individual وده ال-Mean وستلاحظ ان ال-Mean اداء عن ال-Individual ال-Mean دايما هي الأفضل يعني دايما ال-C-I ال-Mean هي الأحسن من ال-Individual value للوقت يعني دايما أوسع من دي قادل ايه الحاجات اللي تبع يحسن ده لما دست على save يعني ده لما دست على save ده اللي طلع لي لما دست على save هو ده اللي بيطلع لما بتعمل الكلام ده في حد بس المايك بتاعه مفتوح يريد هو آفل وكده خلاص يبقى ده لكل اللي طلع لي في الداتا في حد مش فاهم ايه اللي طلع في الداتا ده يا جما يبقى انا شفت الـ شفنا وشفنا اللور والأبر لمد بتاع المين confidence interval وال individual confidence interval المين confidence interval اسمه MCI وال individual confidence interval اسمه ICI اللي ويو ده البر لمد واللور ده اللي طلع في الداتا طيب الأود دوت اللي طلع في الأود بطقه دي الجراف اللي رسمناه بالسكاتر دي بطلع لك دايما اول تابل كده في ويقول لك ايه الـ ويه الـ وين بقول الـ اللي هو ساعات انت اما تدي خمسة ستة حزاف لك واحد من خلاص وقال لكن حدها يحط في واللي مبوض في يبدأ لدخ المنطب هو ليه بيقى علي اي اساس هيرموه مش بمزاج وهو لا ده هو بيحسف حاجات كده بيشوف هل الـ قيم مقان ستنت ولا في ان لازم على قل في رقمين مختلفين لو انت حطت له قيم سابت عشرة هيشيل ويحط ه في الماضح مالوش علاقة بلوها فادي دي الحتة بتاعة الـ رموه و الـ بيسنت بعد كده القيم اللي بتطلع عندك او الماضي سامري الماضي سامري ده بيطلع لي فيه قيمة R و R سكوار وال عجاست سكوار وال ستاندر الر سكوار هنشرح للكل الكلام ده على الـ باور بوينت كله وبعد كده الانوفا ده جدول الانوفا احنا طبعا في جدول الانوفا بوص كده ده ده اسمه بيطلع رقم رقم ضخم تمام عشان فيها بتاع الواي والكلام من ده وده اسمه وده سامري سكوار في حالة هي عبارة عن عدد البرامتر ناقص واحد انا عندي كان برامتر اتنين بيتا وان وبيتا تو ناقص واحد يبقى وان طب بالنسبة هي عبارة عن عدد الداة ليس إلي عدد يعني عدد داتا اللي هو N مائنس T اللي هو عدد البرامتر والتوتل هي مجموعة الدات اللي هيطلع لك N مائنس وان المينس سكوار بيجيب어 نين بيسم الرقم ده على ده اسم ده على الف واسم ده على الف يطلع لك المينس سكوار لما تسم ده على ده يطلع لك لك الجها mirrors وبعدين ادى السجنيفكنس ليبل اللي هو حسبه او البي فاليو بزير. تمام كده? الفوت مود دي بيقولك ان البردكتور بتاعك هو ايه? هو الكونسانت والجراس برودكت. بعد كده الجدول اللي بعد كده في ايه? بص كده معنا. اولا ادى قيمة اللي ايه? البي. ده البيتا وان هات والبيتا تو هات. اها. ده مينس مئة وستين ده بوينت زيرو فور ايت. وده الستاندرد ايرو بتاع كل واحد منهم. ده الكونسانت الستاندرد ايرو بتاعه 311. القيمة بتاعته بتساوي بوينت زيرو زيرو. تمام? قريبا الواتساب مفتوح او شو كده. فادي الستاندرد ايرو بتاع كل ايه? بتاع كل ايه? بتاع بي مين. بعد كده الستاندرد كوفيشنت اللي هو البيتا. مش روح لك معنات دلوقتي في البوربوينت. عشان نفه برضو ايه الفارق بينه وبين البي دي. بعد كده قدي قيمة التيل محسوبة. قيمة التيل المحسوبة. اللي هو بياخد البي اللي طلعت مينس صفر على الستاندرد ايرو بتاع البي. يعني الماينس بي مينس بوينت فايف دي جات منين. باخد قيمة البي دي. ناقص صفر على الستاندرد ايرو. يطلع لك الرقم ده. دي. ناقص صفر على الستاندرد ايرو ده. يطلع لك الرقم ده. اللي هو اتنين وعشرين بوينت فايف. ده قيمة التيل تلقم. مش رسل تحافظ القانيني. وده بتاع البرامترز اللي احنا اسناه. يعني الكونساند بوينت سيكس. والسلوب زيرو. قص الرقم ده اكبر من خمسة في المية. يبقى معنا كده الكونساند نوت سيجنافكينت. لكن بالنسبة ليه البي تا تو طلع زيرو. اهل من خمسة في المية يبقى الفاريابل ده سيجنافكينت. اه دي معنا كده. دعم. اه لا كنت بقول لهو البيتا والنواق بوينت سيكس ده لهو الانترسيبت يا دكتور. اه الانترسيبت الكونساند او الانترسيبت. ده طالع ماينس مية وستين. والسيجنافكينت بتاعته بوينت سيجس يعني نوت سيجنافكينت. يعني المفروض تشيله من المعد. وهو الريك ازاي تشيله في الايه في البيترسيبت. وهنا طالع زيرو يعني اعالي من خمسة في المية يبقى الفاريابل ده سيجنافكينت. وبعد كده ادي الناينت فايب برسنت كونفز انتيرفل للبي. يعني ادي البيتا وان واقع من مينس سبعمائة اثنين وتسعين الى ربعمائة وستين. والبيتا تو من بوينت زيرو فور الى بوينت زيرو فايف. بكونفدنس خمسة وتسعين في المية. اهو. بعد كده ايه اللي طالع بقى بعد كده جدول. الجدول ده بيسامارايز الدياتا اللي طلعت الجديدة في الدياتا يعني بيسامارايز الريزيد وال والكلام اللي قدام بذلك. ده كل اهو. بيديك مسلا على سبيل المسأل. ادي البيتاكتب بيقولي اقال رقم فيها كام? اكبر رقم فيها كام? الارس داخلها كام? الستاندرد فيجين كام? والان اللي هي ثمانية وثلاثين هي تلقى سبت. الستاندرد ايزد بريدكتت باليو. بيحولها الى زد. اهي. والستاندرد اير اهو. الادجاوست بريدكتت باليو. الريزيدولز. نفس الكلام. الريزيدولز اهل رقم. اكبر رقم. الارجوس بتاع الريزيدول كام صفرة? وهكذا. ده ملاحظ. بعد كده ايه اللي طالع عندنا? ده الهيستوغرام هو بتاع الريزيدولز. ايه رايب. وشكل الهيستوغرام ده? كده نورمل او المط نورمل? نورمل كده ده. نورمل يا دكتور. نورمل. بص النورمل الخط اهو. الكيرف ده النورمل. بص كده الهيستوغرام ماشي مع الكيرف تمام. يعني معنا كده الريزيدولز. ده بتاع الريزيدولز. الريزيدولز وفقه للهيستوغرام. نورمل ديستوغرام. طب تعال نشوف النورمل بروبيلت بلات تحت ايهو. بص كده. الكيرف او اللاين بيمثل النوات التمثيل جيد. يعني معظم النوات حوالينا اللاين هو. مش يلا شوية دول يمكن شوية بعاد صغير لكن دول بالمقارنة بدول كتيرة. اذا انتقدر تقول برضو وفقا ليه النورمل بروبيلت بلات الداتا بتاعتك نورمل ديستوغرام. ده كل الاوتبوت اللي ايه اللي طالع. تعال بقى نفسر كل ده بالتفصيل في الشرح بتاع الباور بوينت عشان نمسك نقطة نقطة نتكلم عنها. بهمنا كده الاول بس ازاي نطلع الاوتبوت. بهمنا ايه الاوتبوت اللي بيطلع. ارجع خطوة الورد كده. يعني انا فيمت الاوتبوت. بس هنرجع لي السيجنيفيكنس. لا لسه هيشرح. لا لا بس ازبط بس. انا كنت بستعرض الاوتبوت اللي طالع. لكن هشرحه بالتفصيلة. يعني انا مجرد بس كنت بفر معاك الحاجات اللي طالع. بس اربط اربط حاجة في الباور بوينت. احنا قلنا ان البي فاليو. سيجنيفيكنس في الاس بي اس اس. لو لزا بوينت زيرو فايف. بفوض بريجيكت الهايبوسيز اللي هو اتش نوت. وكده ده بيبقى اتش نوت. بريجيكت الاتش نوت وباكسبت الاتش وان يبقى يبقى سيجنيفيكنس. علشان هي. لو اقل من خمسة من مية. ايه بالزبط كده. الاقل من خمسة في المية هو والاكبر من خمسة في المية ده نوت سيجنيفيكنس. تمام. تمام. او ماشي. ماشي. يعني لو سيجنيفيكنس يبقى انا بريجيكت الاتش نوت. ايه بالزبط كده. اللي هو بصفر. اه. تب بيقول ليه بتساوي صفر. بتساوي صفر ده معناها نوت سيجنيفيكنس. اه تمام كده. تمام كده. عشان كده كنت بس على حضرتك بقول لك. حاجة بتبقى يعني افلم خمسة من مية. تمام كده او وضحت معي. هشرح بالتفصيل. هشرح بالتفصيل. انا بس اللي بنا بعمله كنت باستعرض لك ايه اللي طلع بس مش اكتر. لكن هنمسك كل رقم من دول هنفليه حتة حتة. كل رقم طالع هنتكلم عنه بالتفصيل. جاهزين نتكلم? ولا حد عايزي سأل حاجة قبل ما اروح على الباوربوينتس? سيف الاوتبوت ده دوبتو. الله نتسى نشتغل عليه تاني. اه. انا بعته لك بس سيفه برضو. بس سيف شغلك اللي انت عامله. اللي انت عامله بيدك اه. عامله سيف و سيف. انا اولادي كنت بعتليك الفايلين دول. انا اولادي بعتليك الفايل بتاع الده ده جاهز. والفايل بتاع الاوتبوت جاهز. اه. ده موجود عندك وده اه موجود عندك. خلاص? عشان بس ايه في التاني كتبتلك بقى عنوين وكلام من ده. فسيف ده. يعني سيف ده عندك بقى اي اسب. خلاص? وافتح اللي انا بقى ايه بعته لك. عشان كتبتلك بقى الطايتل الملول لك شوية. وشوية اختراعات كده. بسيطة يعني عشان ايه? وانت بتذاكر تفهم ايه اللي بيتاني. تماما. تماما. انا دكتور شغال ستة وعشرين بس الالوان طلع عندي غير اللي عند حضرتك. مش عارف بيه. ما انت يعني عايز من اول محاضرة تتساوى بيه على طول كده? مش معقول يعني. اصبح شوية. والله دكتور انا فكرت برضو في نفس الموضوع. ما سبقات طبعا يا باشا مش ممكن تساوى من اول مرة يعني. طيب. اتعجبك والالوان دي يعني? اه. انا حاول نقلل حضرتك يعني. بتشرح القلب شوية عن الابيض واللي اسوي. طيب. جميل. طيب. احنا فيه فيه طبعا فورماتس كتيرا للاعود بوت بتاعت التابلس. انا بغيرها ازاي? بوسك ده رايز تغير. روح معي على ايدت. وانت واقف على اود بوتها. روح على ايدت. ثلاث. وبعدين اوبشنز بتاعتين. ده لسه اشوف علوان احمر واصفر واخدر وحاجات كده. يبقى انا بروح على ايدت. اوبشنز. وبعدين بروح على. اه بفوت تابل. شايفين بفوت تابل فوقي. بفوت تابل. هي دي. اختار بفوت تابل. عبص حتى انا ما دخلت على بفوت تابل. جاب لتابل بتاعي او. ده اللون اللي عجبك. كل اللي على الشمال دي انواع مختلفة من التابل. لو انت عايز نفس الشكل بتاعي هتختار الاسمه صوفت. تعالي هنتفرج عليهم كده من الاول. اها. ده الديفولت بتاع السيسم. ده اللي نوع تاني. ده اسمه اكاديميك اللي هما بيقفلش ليه الجادل. ده شكل تاني. ده بيبقى ازرق في مون. وده شكل. وده شكل. وده بيبقى الثالفية زرقة كده. وده شكل اهو. بيبقى ازرق كله والكتابة بالاصفر. وده شكل تاني. هنا بيهايلايت بعض الروز بالايه بالباكجراوند صفرة. والكتابة بتاعيتها بتبقى سود. وده شكل اهو. ده هنا بيعملك زي اه باكجراوند كده جري وممكن يعمل لك شوية خطوط باللبني. ما انت ايه ابقى وانت ععد في البيت كده مع نفسك اختار اي شكل يعجبك. اهو. كل دي اسكال مختلفة. من التيبلس. انا النوع ان انا مختاره اسمه صفت. اهو. اختار النوع اللي يعجبك. وهتدوس بعدين اوكيه هينفذ الكلام ده. بس هينفذ الكلام ده من التيبل الجديدة اللي لسه هتعملهم. يعني انت مجرد اوكيه هتلاقي اوكيه تحت مدارية عندنا اهو. عشان همتكبر بس شوية. فانت قادي النوع اهو. عايز تختار زي صفت اوكيه. وبعد كده وبتجرب لنوع التانية مفيش مشكلة. فدوس اوكيه. هتلاقي الكلام ده هتنفذ على التيبل الجديدة. لو انت عايز اه ده يطلع كده. خلاص روح تاني على الانالايز آآ ريجريشن. نجرب لنير ودوس اوكيه على طول خلاص. مش محتاج ايه كل اختيارات موجودة. يعني الانالايز ريجريشن لينير ودوس اوكيه. هينفذ كل اللي عملناه مرة تانية بالالوان الجديدة. وبسهولة هتروح تمسح القديم. اهو هنقفين عشان نمسح القديم. هتلاقي كده ريجريشن بيتموجودة مرتين. ده ريجريشن القديم. وهتلاقي فيه زيهم تاني تحت تحتهم. اسمه ريجريشن برضو. تروح على القديم زلل وكده ده ما انا دست عليه. وتدوس ادت و اهو. او ديليت اهو. هيجي مساقة لك. بس خلاص على كده. يبقى انت بقى عندك الالوان الجديدة اللي زي. وبقى كده. وبقعد بص بقى فقية الجدول. وشوف لك الجدول كده يعجبك وغربه وشوف الدنيا هتمشي ازاي. وضحت كده الدنيا? وضحت تماما ودوك شكل جدا. قادي الداتا بتاعتنا. ايه المطلوبة على الاجزامبل? بص انا طالب منك كل المطاليب اللي انا عملتها. خلاص? ايه بقى اول مطلوب? بقول لك فت. يعني العشر اه اسئلة دول اجاباتهم في الاود بوت اللي طالع. فانا قعد اجاوب لك بقى سؤال سؤال من دول في الباور بوينت. واجيب الاجابة من الايه من اللي طالع في الاس باساس. اول سؤال بقول لك فت. يبقى انا عايز اطلع المعادلة الماضل واشرح المعادلة. يبقى ده اول مطلوب. المطلوب التاني. find the standard error of the regression parameters. واشرح معناه. المطلوب التالت. find the confidence interval. كل ده the goodness of the fat of the model using R squared and standard error of the estimate. موجودين. test the significance of the model using the ANOVA. موجود. test the significance of the model using a t-test. موجود. find the standardized regression model. موجود. وكسبلين المعنى التاع. find the predicted value and the residuals for all x. جبناها اللي طالعت في الدات. اللي ال-P-R-E وال-R-E-S. the residuals for predicted value. find the mean prediction and the individual prediction for all data. جبناها اللي طالعت في الدات. test the normality of the residuals using the histogram. the normal probability plot. وكل مجارف. test and shabiru. test. انا اخترت لك طبعاً اللي موجودين في الاسب اساس. لان في بقية التستات اللي هو زي جار كبيرة وزي اندرسون. دول موجودين في softwares. اجابات العشر اسئلة دول موجودين في الاسب اساس. اذا انا لو في امتحان هجيب لك كده. هجيب لك data. تمام? واطلب منك المطاليب دي. هتروح تعمل على السوفت وير. وتبدأ تمسك سؤال سؤال. تجاوبه من الاول بوط اللي طالع على السوفت وير. تحالي بقى نشوف. اول حاجة طبعاً. زي ما قلت انا هرسم. عشان اشوف هل الانير مضل مناسب للداتا دي. ولا لا. حتى لو كانش مناسب. احنا لغاية دروات ما خدناش غيره. فهنا كنا هنعمله برضه. لان لسه هديك حاجات تانية. لسه ايه? الموضوع هيسخن شوية. بسنة بسنة كده. فانا هرسم الرسمة دي من اسميها scatter diagram او scattergram. يما كلمتين كده. scatter diagram او scattergram كلمة واحدة. فانا لما رسمت ال scatter diagram حطيت على ال x-axis. ال x. وعلى ال y-axis. ال y. اللي هو ال education expenditure. وعلى ال x-axis. حطيت الايه? حطيت gross domestic product. تلاحظ اللي طلع ليه الاسامية. ما طلع ليش الاختصارات. لان انا قد اللي بيطلع اللي بيطلع ليش ال variable. ليش ال variable name. ليش ال variable name. احط. طبعا هنا كاتب لك اني واضح مين ال graph. ان ال linear model is a good representation of the relationship between ال education expenditure and gdp. هذه اول حاجة عملناها. تعاني جاوبة على اول سؤال. اول سؤال بيقول لي fit the linear sample او the sample linear regression model and accessibility. ده كان سؤال الاول. تعالا نرجع لليه اللي احنا كنا بنشرحه. احنا بنقول ان ال population linear regression model ان ال y بيساوي beta 1 plus beta 2x زائد اليو. زي ما قلنا تحط الاي كandex او ما تحطوش مش فعلا. خلاص? يعني الاي اللي تحت دي تكتبها وما تكتباش ماشي. هنا ال y بالنسبالي. هنا انا 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 كست وانا بكتب. هنا ال y صلاحة اللي انا بصلاحة ده. ال y هو ال edu educational expenditure و ال x هي gross domestic product gross domestic product ماشي كده? يبا ال educational expenditure ده ال y لا الا استمد. اه 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 اللي انفاق على التعليم هو ال y وال x هو gross domestic product. كده مزبوط. يعني انا كاتبه كده مزبوط. فاصلاحه بس ايه? اه معي. طيب. يبعد المعادلة بتاعتي y بيتساوي beta 1 plus beta 2x زائد اليو. اتفقنا. دي اسمها ال population regression model. او ال population regression function. كده ماشي او كده ماشي. طيب. ال sample regression function. بنكتبها ايه ما ال expected of y given x. وعينة سميناها x i. وده اللي هو بيساوي ال y hat. وال y hat بتساوي beta 1 plus beta 2x من غير اليو. ده اسمه ال sample regression model. خلاص. وده اسمه ال population regression model. الفرق زي ما قلنا ان ده بيلغي اليو المقودة. وده تعريف الايه القيمة. ال y hat قلنا هي ال estimator بتاع ال expected value of y given x. وال beta 1 hat هي ال estimator بتاع ال beta 1. وال beta 2 hat هي ال estimator بتاع ال beta 2. ال beta 1 وال beta 2 دول بتاع ال population. والتفاعلين دول ما لهم unknown. ال beta 1 وال beta 2 hat دول ال estimator بتاع ال beta 1 وال beta 2. اللي محسوبين من الايه من السمبل. واتفقنا لو كل واحد جاب سمبل مختلفة. كل واحد يطلع beta 1 و beta 2 مختلفين. لكن لو كلنا جابنا الببليشن ككل. ال beta 1 وال beta 2 هيطلعوا زي بعض. لانه هو one population لكن عدد لانهائي من السمبل. لو انا بتكلم على الببليشن بتاع المدخنين في مصر. في كام واحد بيدخن في مصر عشرين مليون. تعالي نختار سمبل من الف واحد. عندك عدد لانهائي من السمبل. لكن هو one population. هو one population لكن عدد لانهائي من السمبل. كل سمبل هتطلع لك estimate مختلف. وبالتالي. ال estimate دي ما هيش fixed. ده هي random variable. بيختلف باختلاف السمبل. طيب. لو انا رحت على الاول بود بتاعة الجدول ده. اهو انا خدته copy paste. اهو. الجدول ده هو ده اللي هطلع منه. ال regression model بتاعي. انا احطه في ال power point خدته copy paste. ورميته في ال power point صار. عشان يبقى كل حاجة قدانه. وبعلمتلك على قيمة ال b. اللي انا اخدها واكتب بيها المعارض. فالمعادلة بتاعتي. ال expected value of y. given ال x. اللي هو بيساوي ال y hat. بتساوي beta 1 hat زي beta 2 hat x. ال beta 1 hat هي ال 160.512. وال beta 2 hat هي ال 0.048. اهو. اذا اصبحت المعادلة بتاعتي ان y hat. بتساوي minus 160.5. بلس 0.048x اللي عند. هاي دي الموضل. طب معناه ايه. اولا المعنى بتاع الموضل ده. القيمة بتاعة. اللي هو. ال beta 1 hat. اللي هي ال beta 1 دي. طلعا minus 160. دي دايما زي ما قلنا بتمثل قيمة y. لما ال x بصفر. يعني لو الدولة. gross domestic product تح. صفر. ما عندهاش فلوس. هتصرف ريها التعليم. هتصرف. 160. مليون ولا 100. حسب الوحدة. طب هنا هل. يعني لو الدولة في سنة ما فهاش فلوس. هل مش يصرفه على التعليم. هيصرفه. ممكن يقترضه. يعني ممكن تعتبر ان الرقم ده. اا اقتراض. خلاص. الرقم ده لو كان موجب. كنت اقول ان ده الحد الادنى للانفاق على التعليم. حتى لو كان. gross domestic product zero. ده لو كان الرقم موجب. يعني لو كان. 160 ده رقم موجب. كنت اقول ان ده. قيمة الانترسابت. هي قيمة ال y. لما ال x بصفر. يعني حتى لو كان. gross domestic product zero. فالحد الادنى للانفاق على التعليم هو الرقم ده. لما يكون الرقم سالب. خلاص. ممكن تقول ان ده الاقتراض اللي هيتم عشان اصرف على التعليم حتى لو مفيش فلوس. زي مثلا. لما تيجي تحسب. دلة الانفاق. بتاعت الاشخاص. اللي هي function في الدخل. دايما رقم ده يطلع عنه كيف. خلاص. ليه. ان ده بيمثل ايه. اللي انت. انت شاهر دخلك صور. هتاكل وتشرب. هتاكل وتشرب وتعمل ايه. يا اما عندك مدخرات هتسحر منها. يا اما هتستلف. لكن الرقم ده عمر ما يطلع صفر. انها فيش داخل يعني فيش انفاق. لا طبعا. عمرها ما هتحصل. عمرها ما هتحصل. وبالتالي هنا تقدر تقول ان الرقم ده. بيمثل. يعني سحب المدخرات القديمة. ممكن تقول اقتراض من الخارج. لكن الرقم يعني. ك physical meaning. ما لهوش معنا. بالمنظر اللي هي. ما ينفعش يبقى positive يا دكتور. يعني معنى انه positive ان انا لو انا عندي دخلي صفر. هصرف من دخلي زي positive. زي كان هو صفر. ما انا بقول. ما اقول. لازم يكون negative دايما. تمام. يعني. هو انا بقول اليتي. ان الرقم ده. لو هو negative. زي ما قلت ان هو بيمثل انك انت. لو دخلك صفر. يما تعمل اقتراض من الخارج. يما هتسحب من مدخرات سابق. فبيظهر بال negative. لو ظهر positive. يبقى ده معناه ايه. ده معناه ان ده الحد الادنى. اللي انفق على التعليم. حتى لو كان دخلك صفر. تل معنى. في الحالتين الحد ده الحد الادنى. يعني حتى لو انا استلفت. فانا بستلف عشان الحد الادنى. مزبوط كده. تمام. بس لهو. اه. بس لهو سالب. لهو سالب. معناه ان ده بيجي من مدخرات سابقة. او كسلف من حد. خلاص. اعين. او تقدر تقول سحب ماء. قرد. الافضل يعني على مستوى الدول. اه. يعني على مستوى الدول سميها قرد. خلاص. يعني تسميها قرد مثلا من الخارج. لكن لو انا بتكلم على انفاق. اه. خلاص. خلاص. فلو الرقم بيطلع دائما موجب. يعني بالنسبة ليه. الاشخاص بيطلع موجب. اللي هو بنسميه حد الكفافة. يعني لو انت بيجيب العلاقة ما بين. الكونسابشن. اكسبنديتشن. والانكن. الرقم ده بتاع الانترسيرتي بنسميه حد الكفافة. ده الحد الادنى. اللي لازم تاكل عشان تعيش. حتى لو معاكش فلوس. طب هيجي منين الرقم ده؟ من اي حتة بقى من اشدعه. ان شاء الله حتى تسرقه. هتاكل هتاكل. فهو لازم الفيزيك الميني بتاع الحاجة. نفهم معنى. معنى كده تقدر تقول ان ده. بيمثل الانفاق على التعليم حتى لو كان الداخل سيرو. وممكن الرقم ده بالناجاتف بيعني ان هي. صحبات من الخارج او اقروض من الخارج والامور دي. ساعات المعنى بتاع البيتا وان هات. ما بيبقاش واضح قوي. زي البيتا تو. البيتا تو اللي هو. الريجريشن كوفيشنز ده بنسميه كده. او بنسميه سلوب. ده بيبقين ايه بقى؟ ده بيبقين اللي تشينج ريت. اللي بيحصل في الواي. لما الاكس يتغير بوان يونيت. خلاص؟ اولا الاشارة بتاعته طلعة مجابة. ما احنا شايفينه؟ بوصف بوينت زيرو فور ايت. الاشارة المجابة بتاعني ايه؟ بتاعني ان فيه بوصف ريليشنشيب بتوين الجروس دوميستيك برودكت والإدوكيشن اكسبنديتشر. يعني كل ما يزيد الجروس دوميستيك برودكت تعالى الدولة. كل ما يزيد الانفاق على التعليم. ادي واضح بتقول كنه؟ خلاص؟ يعني كل ما يزيد الجروس دوميستيك برودكت. كل ما بيزيد الانفاق على التعليم. ادي الاشارة المجابة. طب القيمة بقى نفسها بتاعني ايه؟ بتاعني ان كل ما الاكس يتغير بوان يونت. يعني كل ما الجروس دوميستيك برودكت يتغير بوان يونت. الاكسبنديتشر هيتغير على التعليم هيتغير بوينت فور زيرو ايت. اللي هو ايه؟ يعني مثلا. لو الجروس دوميستيك برودكت ده ازداد الف جنيه. خلاص؟ اديليونة الف. يبقى ده هيزيد بكام؟ اربعة في المية من الالف. يعني تتكلم في اربعين جنيه هنا تمانية واربعين. يعني كأن كل الف زيادة في الجروس دوميستيك برودكت. هنزا ان ننفق منهم على التعليم تمانية واربعين جنيه. اذا ده لو الف مليون بقى يعني لو مليار. يبقى ثمانية واربعين الف. اضرب فالف حسب بقى وحدة اللي ايه؟ الجروس دوميستيك برودكت متأس بالملايين. ولا بالمليارات. ولا بالتريليينز. ولا ايه بالظبط. يبقى خالي بقى يفعش. كيف يقولها جينري يونيت ويونيت. كلما الاكس يزيد بوان يونيت. الانفاق على التعليم هيزيد ببوينت زيرو فور ايت. بوينت. والبوينت دي زي ما قلت هل هي ملايين ولا الاف ولا كلام بكل. الحاجة التانية. الملاحظة. هنا بقولك ان البيتاتو طلع اقل من الواحد. قد يقول لي. ولازم تطلع اقل من الواحد. عارف لو طلعت اكبر من الواحد. معناها الموضة بتاعك ده. نعم. ايوة يعني انت بتصرف جزء من الفلوس اللي جاية لك. مزبوط كده. يعني اي زيادة هتحصل في الدولة. في. اكيد مش هتصرفها كلها على التعليم. لان فيه قطاعات اخرى. فجزء هيتصرف على التعليم. وجزء هيروح على الصحة. وجزء هيروح على الطرق. وجزء هيروح على كذا وعلى كذا. فهنا لازم الرقم ده يبقى أقل من راحت. لازم الرقم ده. يعني لازم يماشي مع الثيري. لازم يماشي مع اللوجيك. واللوجيك لازم يقول كده. وبالتالي احد المعيير اللي انا بحكم عليها من الموضل ده. ان الموضل ده كويس والوحش. انه بيطلع لك برامتر ازي ماشية مع النظرية. او ماشية مع اللوجيك. فعشان كده هي لازم تبقى أقل من راحت. في اهمنا كده. ادي كان اول مطلوب. ان انا اطلع الريجريشان موضل. وفصر معنا. ادي طلعنا وفصرنا معناه. في حتى مش فهم اي حاجة من انا قلتها دي. انا برس السؤال احنا الريجريشان اللي انا بتكلم عليه ده كده ده السامبل مش بوبيوليشن. ايه سامبل مش بوبيوليشن. لا هي قصدك سامبل. سامبل اه سامبل اه سامبل. سامبل مش بوبيوليشن. تمام؟ ما انت الريجريشن مش رقب تجيبه. اتفقنا. الريجريشن فونكشن. او موضل. عايزها. هاد بقى الداتا كلها. طب ايه الحل؟ بناخد سامبل. يبقى اللي انا بطلع به ده اسمه السامبل. الريجريشن موضل. الريجريشن موضل. ده كان نوت بي استيميتد. يعني مش هدونا بتحسب. خلص كده. ده قاعدة عامة كده. وما ايه اللي انا اقدر اعمل. اقدر اعمل السامبل. بس. فهمنا كده؟ ده كان اول مطلوب ان انا اطلع الموضل. ده السامبل. الريجريشن موضل. وافسر معناه وقادي التفسير بتاع المعنى. هل في حد مش عارف ازاي اجيب الموضل من الاوتبوت اللي طالع؟ او مش عارف تفسير معنى الموضل ايه؟ شكرا يا دكتور. المطلوب التاني. بنقول. نجد التفسير من الريجريشن بارامتر. ماهي الريجريشن بارامتر؟ اللي هي البيتا 1 هات والبيتا 2 هات. خلاص؟ وعايزين نشرح معناه. ده باجيبه من اين؟ في الاوتبوت بتاع الاسباس اسا هوا؟ تمام؟ القلم التاني اللي الليっちو جبنا قدنا. ادي البيتا. ده البيي سوري. وادي وراها للاسطاندرد ايرر بتاع الكوافشن. ذه السطاندرد ايرر بتاع الكوافشن. فالسطاندرد ايرر بتاع البيتا 1 اللي هو القونسنت، 311. والسطاندرد ايرر بتاع الجراث المستيك بروضكت بوينت زيلو زيرو تو. خلاص كده؟ فعايز ادي الرقامين دول اهم. اللي انا معلم عليهم هنا. طبعا أنا عشان كبرت الشاشة في بيها التطار التحت لكن ايه موجودة خلاص فأنا عندي هنا أولا بالنسبة للبيتا وان هات بيساوي كام 300 أنا بزاود هنا واحد اهي شيري الواحد ده 311 0.726 فانتعي اللي أنا بصلحه صلحه عندك كل باور بوينت لو أنت باتحها معي وفي الآخر لما تخلص تعمل عشان بس ايه يبقى الرقم 311 0.726 اه دي 311 أنا بختم زاود بس 1 311 0.67 طيب وبالنسبة ليه الستاندرد اره بتاع البيتا 2 البيتا 2 اهه طالع 0.002 اه مزبوط 0.002 طب الرقم ده كبير على صغير بص الناس قالوا ايه بقى الكلام العام يبقى الفيزيكا تمام بتاع ال قل لك لو القيمة دي تاعت الستاندرد اره اكبر من نص الاستيماتور نفسه من اعتبارها قيمة كبيرة يعني بص كده بصرف النظر عن الاشارة طبعا ده كام 311 البيتا 1 طالع كام 160 سيباكم الاشارة نص ال160 كام 80 الرقم ده اكبر من 80 بكتير قوي يبقى الرقم ده عالي يبقى قالك ده مؤشر ان البيتا 1 ده هيطلع انسيجنافكت هو فعلا هيطلع انسيجنافكت يبقى لو كانت قيمة الستاندرد اره بتاع الستيماتور اكبر من نصه ده مؤشر ان الستيماتور ده is not significant وهيطلع فعلا انسيجنافك ادي معناه طيب المعنى ايه بقى يعني ايه الستاندرد اره ده اتفقنا هو ليه البيتا ليه البيتا ليه الستاندرد اره معنا ان ليه الستاندرد اره اذا هي مش 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 لا ده random واتفقنا ليه لان قيمة البيتا وان هات والبيتا تو هات دي دي فانكشن فيها جماعة فانكشن في الداتا اللي احنا استخدناها دي اي تغيير في الداتا يغير في دول على طول طب الداتا دي ده دول 38 دولة هو العالم فيه كم دولة العالم فيه اكتر من 200 وشوية دولة خلاص انت وقد منهم 38 اذا دول مش كل الدول دول مش كل الدول وبالتالي انا خدت 38 دولة دول واحد خدت 38 دولة واحد 38 30 40 50 عملنا 100 سامبل عملنا ممكن ما فيه حاجات مشتركة ما فيش مشكلة خمس ست دول عندي وزيهم عندك ودول تانية مختلفة وكما دي كل ما فيش مشاكل وكل سامبل هتطلع ايه هتطلع بيتا وان هات والبيتا تو هات خلاص كده طيب الستاندرد ايرو بيبين ايه بيبين قعد البيتا بتاعتك دي من السامبل بتاعتك عن الافرج تاعة البيتا كلها ادي ايه احنا نفترض زي ما قالت البيبليشن قدرت تجيب منهم 100 سامبل مختلفين وبالتالي حسبنا كام بيتا وان هات مية ليهم افرج اجباحهم ويسم على مية اديك الافرج بتاحهم وليهم الستاندرد ايرو اللي هو بيبين متوسط بعد القيمة بتاعتك عن الافرج تاعة البيتا كلها كان وبالتالي كلما الرقم ده يزيد كلما البريسيشن او الريابيليتي على الرقم ده بتقل وكلما يقل الستاندرد ايرو كلما البريسيشن او الريابيليتي بتاعة الموضل بتزيد ادي المعنى بتاع الحتة دي تعالى بص كده البيتا تو البيتا تو طالع الستاندرد ايرو بوينت 0.02 قيمة البيتا تو نفسها طالع 0.08 اهي الرقم ده اقل كتير من نص الرقم ده وده انديكاتر ان هو ايه ان هو صالما ان الستاندرد ايرو اقل من نص قيمة الفاليو ده معناها إنديكاتر ان هو وهيطلع فعلا انه هو أحوص بنقول لك ده عشان تقيص مدى دقة او بتاعت الاستماتر بتاعت من وبالتالي كل ما يصغر كل ما يبقى حصل بص ده رقم صغر قوي خلاص ده 311 رقم كبير بالمقارنة بالقيمة دي وده بالمقارنة ده ده رقم صغر جد وبالتالي يبقى هنا قدر أقول ان البيتا 1 هات is not reliable لكن البيتا 2 is reliable دي precise دي not precise دي دقيقة دي مش دقيقة ادي تفسير الستاندر دي حد عنده اي استفسار فيه المعنى بتاع الستاندر دي قرن البيتا 0.02 بالبيتا 0.0848 نصها بالنصها بالزير الاربعة يعني باللي جنبه على طول بصاح كده بقارن الرقم ده بنص دي ايش مش بين عندي ايش 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 نص ده نص ده لو 0.02 4 نص الرقم دي يعني كل واحد باللي جنبه يعني بالزبط جد طيب المطلوب اللي بعد كده عايزين نجيب الكمفندس انتيربل للريجريشن برامترز الريجريشن برامترز اللي هو البيتا 1 والبيتا 2 طيب دلوقتي من التابل اها جايب لي 95% كونفندس انتيربل ليه البي جاب لك ادي اللور باوند وادي الابر باوند معنى كده بالنسبة للبيتا 1 هات انها رينجز بتوين الرقمين دول اللي هو مينس 490 و 471 بكونفندس كم في المية 95% ادي هو كتب لك 95% كونفندس انتيربل اذا المعنى كده ان بتاعة البيتا 1 اللي هي بتاعة البيبليش خلاص البيبليت النتوى في الرينج ده هيبقى 95% والبيبليت النتوى برا الرينج ده 5% او بمعنى اخر لو انا جبت 100 سامبل الميت سامبل انت هتحسب لكل واحدة بيتا 1 95% منهم واعين في الرينج ده وفيه 5% برا الرينج ده ادي معنى كده انا اشكايا بقولك ان البيتا 1 is 0.95 او 95% خلاص واللي الانتيربل استيماتر ده بتديني الرينج ده والرقم ده بالنسبة كم في المية؟ بنسبة 95% يعني انا لو خدت 100 سامبل مختلفين هتلاقي 95% منهم قيمة البيتا هات بتاعتهم في الرينج ده لتفسير تاني يبقى ادي معنى الرينج ده طبعا كلما بص الرينج بتاعديه واسع ازاي؟ يعني يا فرقيته لما اقولك انها من ماينس 792 ل400 نسبة رقم واسع جد رينج واسع قوي لكن بص لما اقولك من بوينت زيرو فور الى بوينت زيرو فايف ده طبعا كلما تدي الكونفيدنس كلما يزيد الريبيريتي بتاعت الاستيماتر يعني هنا البيتا تو ده بيأكد نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده فهمنا الكلام ده؟ يبقى ادي معنا الكونفيدنس انتيربل اهو شوفناها بتيجي من اين في الجدول وادي التفسير بتاعها اللي احنا قلناه في حد مش فاهم التفسير ده السؤال بقى كده بنقولك ايه عايزة تست بتاعت اللي الموضل ده باستخدام الار سكويرد باستخدام احنا هنتست بس ونقود الريك عشان حيتطولنا كده بقى ساعتين وشوية تاريب بنقول تست احنا قلنا الجودنسوفيت بنسب حاجتين الار سكويرد خلاص اللي هو الكونفيدنس والحاجة التانية اللي هو الستاندرد او الستاندرد او الستاندرد موضل خلاص كده؟ طب ده بيطلع فين في الاسب اسس ده دايما بيبقى اول جدول في الاسب اسس اهو اللي هو اسم الموضل سامي اهو الجدول ده اللي فيه الر والر سكوير والادجسد الر سكوير والستاندرد ارور of the estimate والستاندرد ارور of the estimate او ساعت بيسموه الستاندرد ارور of the regression model اللي اتنين دول نفس ايه المعلي دايما نشوف الكنان ده اهو اول حاجة دول ازا مولت الحاجتين دول اللي هم الر سكوير والستاندرد ارور of the estimate هم دول اللي بيقسوا لي الgoodness of fat بتاعة الموضلة هوا انا بتكلم الاول عن الر سكوير فالر سكوير طرع point nine three four الpoint nine three four بحولها الى نسبة مقوية اضربها في مي طبع 93.4 طب دي معناها ايه بقى 93.4 معناها ان 93.4% of the variation in in y is explained by ال x دي معنى اخر نقدر نقول ان gross domestic product بي explain 93% من variations اللي في education expenditure الفرق الباقي بقى السبعة في المية راجع ليه لمتغيرات اخرى غير غير gross domestic product يعني اكيد الانفاق على التعليم مش بس بتأثر بال gross domestic product اكيد فيه متغيرات اخرى بتأثر بس انا ماخداش في الحزبان الويد بتاع المتغيرات الاخرى هو ده طب ده بيبعين ايه ده بيبعين لي how will السامبل بيفت الدات how will السامبل بيفت الدات ادي معناها جدا يهمنا كده يا جماعة الار سكوير لازم رقم من صفر الى واحد الار سكوير رقم من صفر الى واحد اللي يمكن يزيد عن الواحد اللي يمكن يطلع عن جدا خلاص والار سكوير الار ده هو الاسكوير بتاع الار اللي جانبه ده ده الار سكوير هو السكوير بتاع الار والار اسمه Correlation Coefficient أو Coefficient of Correlation خلاص كده يبقى الCOEfficient of Determination ده الار سكوير الCOEfficient of Correlation ده الار والار سكوير هو المربع بتاع الايه الار اكيد سمعتوا الكلام ده قبل كده انا لو الموضل بتاعي هدفه الفوركاستنج الهر سكوير تهميني اوه لو مش هدف الفوركاستنج جواله تهميني بسعر كلام ده هتكلمه انا بيكلمك على المالتبل رجريش هم موضل هتلاقي فيه يعني واحد كده كاتب لك انا الجيم اوف ماكسمايزنج الهر سكوير هل نلعب الجيم دي ولا لا هل يبقى هدفي دايما ان انا عايز اماكسمايز الهر سكوير ولا مش مهم الاجابة طبعا بالنافع مش مهم الاجابة بالنافع مش مهم الار سكوير يبقى عالي وهنقولك الكلام ده ان شاء الله في الايه في المالتبل رجريشن تهتم بايه وانت بتدور على الموضل لو انا افرض عندي كذا موضل قدامي وكذا وكذا مين احسنهم هل اللي بدي اعلى ار سكوير يبدأ احسنهم وخلاص لا طبعا هنتكلم ده الكلام ده ان شاء الله في موضوع المالتبل رجريشن اناليسيز بإذن الله اذا الار سكوير هنا قدي بيديني هاي والشامبل بيفت الدتا الي عمدي حده عنده ايستفصار بالالار سكوير والفارب بين الار والار سكوير الار والكورليشن كائوشن الار سكوير والكوريشن وذا لازم يبالي سكوير بتاعنا الار رقم من مينس香港 الان العر سكوير من صفر الى وان الار سكوير من صفر الى وان طب نفس الكلام بيقول لي عايزين نتست بالستخدام الستاندرد ارر او الستاندرد ارر دي كده او كده لو انت بسيط على نفس الجدل اخر كولومة اليمين اسمه الستاندرد ارر طالع كام 1440.090 انه 1440 مسر معنى ايه دايما الستاندرد ارر دا بي مجر الريابيليتي او البرسيشن البيتا 1 و البيتا 2 يعني الى اي مدى انا هصق في الاتنين دول او الى اي مدى هصق في الموضل ككل هي دي الريابيليتي او البرسيشن بي اسه الستاندرد ارر اذا هنا تقدر تقول ان الستاندرد بتاع الواي يبقى النقط قريبة من اللاين يبقى اللاين بيمثل النقط تمثيل جيد كلاما الستاندرد ارر دا يزيد كلاما النقط تبعت عن اللاين كلاما الفيت بتاع الموضل يبقى مش كويس طب الرقم دا رقم مطلق الف رقم واربين دي كبير ولا صغير حد يعرف محدش يعرف طب قال لك عشان اقول هو رقم كبير ولا صغير قال لك كامل روح تحسب الافرج بتاع الواي روح تحسب الافرج بتاع الواي وشوف هاي يطلع كان الواي بالنسبالي اللي هو ال الادوكيشن اكسبنديتشر روح يحسب الافرج هيطلع لك الافرج ايما معين خد منها عشرة في المية فالعشرة في المية بتاعة الافرج بتاع الواي هتطلع 449 لو الرقم دا greater than 10% of the average of y هنعتبر ان الستاندرد ار افزا اسمت رقم كبير وبالتالي الريبالت بتاعة الموضل هتبقى طعيفة كلاما الرقم دا يقل كلاما الريبالت بتاعتك تزيد يبقى هو عشان مش رقم نسبي دا رقم مطلق فقيمته عالية ولا قليلة مش هتقدر تحددها هي عالية ولا كبيرة ولا غير فقال لك ناس بعض البركتكال بقى قالوا يعني الكلام دا شتليه في كتب النظري هتلاقي في الحاجات البركتكال يقول لك لو قيمة الستاندرد ارر افزا اسمت اكبر من 10% من قيمة الواي هنعتبره عالي اقل يبقى قليل فانت لما تروح تحسب الافرج تاع الواي هيطلع اربعة تلاف ربعمية تسعة وتسعين دا الافرجة الواي خد منها 10% يطلع اربعة ربعمية تسعة وتسعة وتسعة من عشر فقيمة الاف ربعمية وربعين دي الى الستاندرد اكبر من 10% من الافرجة الواي يبقى اعتبر عالي نسبة احا تعالي نشوف الايه السينافكانس افزا ماضل ناخد البريك دلوقتي ناخد البريك نقف على الحتة دي كده ناخد البريك كده لمدة نصف ساعة ونرجع نكمل ان شاء الله هل عنده استفسارة بالبريك تفضل الف شكرا في ايه استفسارات طيب هناخد بريك نصف ساعة ونرجع نكمل ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة